ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والمنتجات البترولية والمحروقات يدخل السودانيين فيما يعرف بالمناطق الآمنة فصلاً أخر من المعاناة الأسعار تضاعفت لأكثر من 300% منذ اندلاع الحرب أما الجنيه السوداني فتهوى مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 2700 جنيه مقابل الدولار الأمريكي لللحمة من 12-11 حسي بعشرين وماشي زايد اللبن بتاع البدرة من الكبير كان بـ 18-19 حسي إلى 30-35 وماشي إلى 40 وفي ولاية الخرطوم توقف 45 مطبخاً مجانياً من أصل 50 في مدينة أمدرمان بسبب سوء الوضع الاقتصادي كما توقفت أغلب المطابخ الخيرية جنوبي الخرطوم وبحري وكحل بديل لغز الطهي الذي أصبح صعب المنال يستخدم المتطوعون أغصان الأشجار لتحضير وجبات باتت شحيحة محذرين من مجاعة وشيكة إذا لم يتم تدخل منظمات دولية ومحلية لدعم المطابخ الخيرية هذا مؤشر إلى حدوث مجاعة في النظر المتأسلة بالنزاع في السودان محللون يعزون أزمة زيادة الأسعار وتراجع قيمة الجنيه السوداني لعدة أسباب أهمها توقف تحويلات السودانيين العاملين في الخارج والتي كانت تصل إلى خمسة مليار دولار سنويا بالإضافة لصحب الحكومة للعملات الأجنبية من بنك السوداني البركزي أو البنوك التجارية لشراء الأسلحة والمعدات الحربية عوامل متعددة أدت إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني وأدت إلى ارتفاع المعيشة بالنسبة للمواطنين في السودان من بين هذه العوامل أن الحكومة نفسها تبحث عن تمويل الحرب من السوق الموازية تبحث عن دولار تبحث عن أمولات أجنبية وهذا أدى إلى ارتفاع كبير جدا في قيمة الدولار وإنخفاض ملحوظ بصورة كبيرة في قيمة الجنيه السوداني وتشير أحدث التقارير للجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 136.67% في النصف الأول من عام 2024 فيما سجل معدل التضخم قبل اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي 63.3% في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الحرب في السودان تضرب البلاد موجة غلاء تفاقم معاناة الناس يقول مواطنون إن المعركة القادمة هي الحصول على ما يسد الجوع تهاني إبراهيم الحرة في سودان